موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقاء العلمي والمحبة يتجدد معكم أحبائي وأبناء التلاميذ ومتابعي الفضائية التربوية أهلا وسهلا بكم في درس مباشر من على شاشة فضائية العراقية التربوية لمادة العلوم للصف السادس ابتدائي في بداية درسي لهذا اليوم دعوني أرحب بمشرفتي الفاضلة السيد إلهام صيف جسد أهلا وسهلا بكل مشاهدي ومتابعي فضائية العراقية التربوية إذا عرفنا كيف فشلنا نعرف كيف ننجح بالتالي تابع حملة التلفزيون التربوي مدرستي ستنجح أهلا وسهلا ست مرة ثانية بيت أبناء التلاميذ ورحبكم مرة ثانية ودرسنا لهذه اليوم الوحدة الأولى الفصل الأول والدرس الأول التكاثر في النباتات إن شاء الله يكون درس مفيد لكم أبناء التلاميذ كنا شايفين النباتات والنباتات منها كبيرة وصغيرة لكن طرق تكاثر النباتات لازم نتعرف عليها ونشوف ما هي الطرق اللي تتكاثر بيها والأساس في تهيئتها فكل هذا نتعرف آنياكم إن شاء الله بهذا درسنا آنياكم ننتقل إلى السبورة ونشوف شنو معلومات درسنا لهذا اليوم إذن موضوعنا لهذا اليوم وعنوان وحدتنا خصائص الكائنات الحية تتضمن فصلين الفصل الأول التكاثر الطبيعي في النباتات والفصل الثاني التكاثر الإصناعي في النباتات كنا نفتح على صفحة 16 16 عفوا كنا نفتح على صفحة 16 وسيتناول معكم كل مفردات الدرس أستاذ علي مشكورا شكرا سيد ننتبه إلى صورة الفصل أبناء التلاميذ ونشوف هذه الزهرة أمامكم هذه صورة الوحدة أستاذ علي زهرة بيضاء تحتوي على أوراق وهذا الساق مالتها ونشوف التكاثر من الخصائص الكائنات الحية والنباتات تتكاثر بطرق مختلفة إذن النباتات تتكاثر بطرق مختلفة بعدها نشوف صورة الدرس أبنائي فصل فصل الأول الدرس الأول التكاثر بالبذور إن شاء الله هي هي في صفحة 18 ونلاحظ تتكاثر النباتات بطرائق طبيعية مختلفة إذن بطرائق طبيعية مختلفة إذن ساة علي إحنا رح نتناول في الفصل الأول من الوحدة الأولى أتكاثر الطبيعي في النباتات وتتضمنين درسين الدرس الأول التكاثر بالبذور والدرس الثاني التكاثر الخضري بالتالي رح يتناول ساة علي الدرس الأول من الفصل الأول من الوحدة الأولى أبناء التلاميذ درسنا لهذا اليوم نشوف صورة الدرس أمامكم صفحة 18 كنا فاتحين كتبنا على صفحة 18 وتابعوا يا أيا انتبهوا سأكون في نهاية هذا الدرس قادرا على أن أوضح أن التكاثر بالبذور من طرائق الطبيعية لتكاثر معظم النباتات أتتبع مراحل نمو البذرة أوضح أن البذور تختلف في أنواعها أقولوا لاحظ صورة الدرس أبنائي ما هذه الموجود في يد زميلك إنها البذور ما الموجود في يد زميلك إنها البذور بعدها ننتقل إلى جدول التعلم وكنا نعرف جدول التعلم يتكون من ثلاث حقول الحقل الأول ماذا أعرف التكاثر أحد خصائص الكائنات الحية التكاثر أحد خصائص الكائنات الحية أستاذ علي إحنا خذنا في المراحل السابقة إنه من خصائص الكائنات الحية التكاثر النمو الحركة التغذية هذه من الخصائص المهمة الآن وفي قدرسنا إنه من خصائص الكائنات الحية حتى أقول هذا كائن حي إذن هو لازم يتصف بالخصائص فإحدى هذه الخصائص اللي تميزه إنه كائن حي وليس شيء غير حي هي التكاثر نعم سؤاله لاحظ وتساءل أبنائي في صفحة 18 وهو البذور جزء من أجزاء النبات ما دور البذور في تكاثر النباتات طبعا دورها التكاثر أي انتاج نبات جديد وهي صفة من صفات النباتات وبينقوسين الكائنات الحية بعدها أبنائي ننتقل لفكرة العامة ما المقصود بكلمة طبيعية دائما نسأل أو تسمع أنه كلمة طبيعية من تسمع كلمة طبيعية إنها عدم تدخل الإنسان في إنشاء الشيء إذن هنا ما المقصود بكلمة طبيعية ظاهرة تحدث دون تدخل الإنسان ما أبرس خصائص الكائنات الحية طبعا كنا نعرفها مثل ما ذكرتها سيد قبل قليل التنفس النمو الحركة التكاثر التغذية هذه هي خصائص الكائنات الحية بعدها كيف تتكاثر النباتات أبنائي قبل قليل وضحنا في صورة الوحدة أن النباتات تتكاثر بطرق مختلفة بطرق مختلفة الآن كيف تتكاثر النباتات الجواب سيكون بالبذور وبطرق أخرى بالبذور وبطرق أخرى بعدها هل تتكاثر جميع النباتات بالطريقة نفسها قبل قليل أخذنا كيف تتكاثر النباتات وكانت الإجابة أنه بالبذور وبطرق أخرى السؤال الآن هل تتشابه طرق تكاثر النباتات طبعا ستكون الإجابة كلا تختلف بعدها نشوف وصلنا إلى النشاط في صفحة 19 ونشاط سهل جدا ونقدر نعمله في البيت أو أنت ويا زملائك ونشوف ما هي المواد التي نحتاج إليها حتى نقدر نكمل نشاطنا كأس زجاجي شفاف بدور الفاصولية ورق ملون قطن شريط لاسق كمية من الماء مقص إذن الاحتياجات اللي نحتاجها اليوم بدرسنا لهذا اليوم موجودة كلها أمامي الآن هذه هي بدور الفاصولية إذن نشاطنا عنوانه مراحل إنبات البذور رح أتابع ويا الساد علي يا ريت نكون ويا الساد علي خطوة بخطوة ونسجل كل الخطوات وننفذ هذا النشاط في البيت مع ماما وبابا وأخويا وبالتالي خطوة خطوة مع الساد علي شوف شون حضر أدواته بترتيب ورح يتابعنا مراحل مراحل إنبات البذور مثل ما نوهت الست أنه اليوم نشاطنا يتناول مراحل إنبات البذور اللي يحتاجه كأس ورق ملون قطن مقص شريط لاسق وبذور الفاصولية نجي نتبع النشاط ونسويه خطوة بخطوة أولا وبطن الكأس الزجاجي بالورق الملون باستخدام مقص والشريط اللاسق نانه نغلف هذا الكأس الزجاجي نغلفه أيضاً أستاذ علي نشير إلى جدول التعلم ماذا تريد أن تعرف أثناء عمل النشاط يا ريد تتصون على الهواتف الموجودة أسفل الشاشة وتتابعونه شو تحب تعرف كيف تتكاثر النباتات شو تحب تعرف أثناء عمل النشاط من أستاذ علي يوضح الكياء عن تكاثر النباتات بالبدون نعم أبناء التلاميذ هواتف أمامكم وتقدرون تتصلون حول أي شيء يخص درس اليوم أو أي درس من الصف السادس ابتدائي حتى نقدر إن شاء الله بالدروس القادمة نوضحها لكم أبناء التلاميذ هذا الكأس الزجاجي غلفناه بالورق الملون نعم عدنا التصال نستقبل وائل من البصرة أهلا وسهلا وائل ابني تفضل وائل السلام عليكم أستاذ عليكم السلام ورحمة الله هنا وسهلا نعم جدول الدروس تحتاج جدول الدروس وائل نعم إن شاء الله ينزل لك جدول الدروس وإحنا ممنونين تدلل أهلا وسهلا باستاذ وائل من البصرة جدول الدروس موجود على صفحة التلفزيون التربوي على الصفحة الرسمية في الفيسبوك أيضا ممكن تتابع على قناة اليوتيوب ممكن تتابع مرة أخرى بالإعادة أهلا وسهلا بك وأشكر متابعتك أيضا بعد الدرس بالفواصل يظهر لك الجدول فتابعوا يانا شكرا شكرا لما تابعتك شكرا ابن وائل على اتصالك نرجع نشاطنا أبناء التلاميذ شوف حطينا بذور الفاصولية أول مرة خلينا القطن وغلفنا الكأس الزجاجي بالورق الملون وخلينا بذور الفاصولية ونجي نشوف الخطوة الثانية أحشو الكأس بالقطن كمننا الحشو أضع البذرة الفاصولية بين الكأس والورق الملون وضعناها أضع كمية من الماء داخل الكأس بحيث لا تغطي البذور الآن أبناء التلاميذ نجي نوضع الماء انتبه شو نتخلي الماء إذن أول شي غلف أستاذ علي الكأس بالورق الملون وبالتالي لسقة وبالتالي وضع كمية من الماء نعم أبناء بعدها نشوف الخطوة راقب مراحل نمو البذرة يوميا مدة خمسة أيام مع مراعاة أضافة القليل من الماء يوميا للمحافظة على الرطوبة أبناء التلاميذ بعد المرور يوميا بعد ما تسقي هذه البذور الفاصلية راح تلاحظ أنه بدت البذور بالنمو بدت البذور بالنمو تبقي هذا لمدة خمسة أيام راح تلاحظ أنه بدت بالنمو وتبدي تكون عندك كل بدرة نبات جديد وسجل البيانات طبعا راح تسجل البيانات أمامك وما الأجزاء التي نمت من البذرة وما ستكون للنبات حين ينمو بشكل كامل طبعا أول ما يبدي بالنمو هو راح يبدي الجنين الموجود داخل البذرة راح يبدي بالنمو وتبدي جذور صغيرة وسيقان صغيرة ثم تبدي بالنمو يعني يكون كنبات صغير جدا جدا نعم حتى أنه يكبر وينمو بشكل كامل ويصبح عندك نبات كامل إلى هنا أنا وصلنا كمنا نشاطنا لهذا اليوم نبدي بعدها ناخذ جدول التعلم اللي أخذناه من جدول التعلم نسجل بياناته في حقل ماذا أريد أن أعرف ماذا أريد أن أعرف كيف تتكاثر النباتات كيف تتكاثر النباتات بعدها الهدف كان من نشاطنا تتبع مراحل إنبات البذرة نعم المواد والأدوات أخذناها مثل ما أخبرتكم قبل قليل هي الكأس والورق الملون والقطن والشريط اللاسق بعدها استنتجنا أبناء التلاميذ شوي ننتبه على الاستنتاج استنتجنا الآتي من النشاط بأن الأجزاء التي نمت للبدرة تكون الجدير سيكون الجدر والرويشة ستكون الساق وهذا المخطط هذا المخطط أمامك تقدر تلتقط له صورة للشاشة وتعرف ما هو اللي ينمو من بدرة الفاصولية جدير بعدها راح يكون الجدر والرويشة راح تكون الساق طبعا الجدير ينمو إلى الأسفل ويكون لي الجدر بينما الرويشة تنمو إلى الأعلى وتكون لي الساق هاي مهمة جدا ماما أعيد الجدير يتجه بالأسفل يكون لي الجدر والرويشة تتجه إلى الأعلى تكون لي الساق نعم أبناء التلاميذ وصلنا إلى صفحة 20 من درسنا لهذا اليوم أنا يقوم نقرأ الدرس ونتبعه حتى نشوف شنو بين معلومات ومفردات مهمة إذن عنوان درسنا عنوان درسنا نعم ما أجزاء البذرة إذن هذا عنواننا ما أجزاء البذرة نفتح على الصفحة أكد عيني سال علي عنوان الدرس صفحة 20 وكننا مثل ما خبرتكم قبل قليل أنو فاتحين كتابكم على صفحة 20 تعلمت سابقا أن الزهرة عضو التكاثر في النبات تحتوي على أعضاء تذكير وتأنيف وعن طريقهما تحدث عملية الإخصاب التي تكون الثمار وبداخلها البذور والبذرة هي بويضة مخصبة تكونت في مبيض الزهرة وقد تحتوي الثمرة على بذرة واحدة مثل التمر والخوخ والمشمش أو قد تحتوي على عدد كبير من البذور مثل البطيخ والطماطم وتكون البذرة من الأجزاء التالية غلاف البذرة الفلق والسويداء الجنين عفوا والسويداء والجنين يحتوي على الجذير والرويشة قبل ما أنتقل إلى أي شي نلاحظ هذه الثمرة بعض الثمار تحتوي على بذرة واحدة والمثال دائما إحنا كنا نحب فاكهة المشمش عندما تفتح هذه الفاكهة تلاحظ وجود بذرة واحدة تلاحظ وجود بذرة واحدة ما تقدر تقسمها لهذه البذرة عكس بذرة حبة الحمص حبة الحمص أو بذرة الحمص عفوا من تنقسم إلى قسمين هذه النقطة أنتكيها مقدما بعدها سنحتاجها ونعرف من أجزاء البذرة يارا تنكد على الفكرة رئيس أستاذ علي نعم إذن ما هي العملية التي تؤدي إلى تكوين الثمار العملية التي تؤدي إلى تكوين الثمار هي عملية الأقصاب لتكوين الثمار وداخل الثمار تكون البذور أو تكوين البذور أبناء التلاميذ هنا نشوف هنا تتكون بذرة من عدة أجزاء شوفوا هذه الأجزاء هذه الأجزاء الموجودة هذه عدة أجزاء عكس بذرة المشمش أو الخوخ كانت إلها جزء واحد ما تنقسم إلى قسمين سؤال أفكر وأجيب التلخيص ما أجزاء الجنين في البذرة والتفكير الناقد لو اعتمد الإنسان في إغذاء على البذور فقط ما تأثير ذلك على عدد النباتات قبل من جاوب على هذه الأسئلة في صفحة عشرين ننتقل إلى ما هي أجزاء البذرة نجي نلاحظ على هذه الصورة والمخطط أمامكم ما هي أجزاء البذرة تعرفون هاي البذرة المن هذه بدرة نبات الباق الله وكنا شايفين الباق الله تنقسم إلى قسمين بعض ما تشيل الغلاف من عده تنقسم إلى قسمين سويداء جنين فلق غلاف البذرة إذن ما أجزاء البذرة أبنائي كم جزء للبذرة نجي نشوف غلاف البذرة الفلق والسويداء والجنين إذن أجزاء البذرة أربع أجزاء أعيد الكاهة غلاف البذرة الفلق السويداء الجنين هذه تحفظها حتى تقدر تجاوب إذن تتكون أجزاء البذرة من أربع أجزاء هذه الأجزاء كل جزء إلى وظيفة كل جزء من هذه الأجزاء إلى وظيفة وسوف يتطرق لكم أستاذ علي حول كل وظيفة كل جزء من أجزاء البذرة نعم المخطط يوضح أجزاء البذرة أبناء التلامي تقدر تأخذ صورة للمخطط مخطط جميل وتقدر تشوف البذرة غلاف البذرة الفلق الجنين السويداء إذن ما هذه الأجزاء هذه أجزاء البذرة بعدها نجي نشوف المفردات المهمة شنو اللي صارت المفردات المهمة اللي قرأناها بصفحة عشرين البذرة هي بويضة مخصبة تكونت في مبيض الزهرة غلاف البذرة غلاف البذرة شوفوا أبناء حبة الفاصولية أمامكم هاي أمامكم البيضاء هاي بيها غلاف هذه بيها غلاف هذا يسمى غلاف البذرة هذا وظيفته شنو مثل ما طرقت إلى الست المشرفة ما هذا إلى وظيفة شنو وظيفته أنتش تتوقع هذا فد علبة ومغلي فيها شنو وظيفة العلبة وفوقها التغليف هذه حماية البذرة غلاف البذرة هي حماية البذرة تحميها من الظروف الغير ملائمة يعني إحنا نلبس مثلا ملابس تخينا بالشتاء على المدن نحمي نفسنا من البرد بالصيف نلبس ملابس خفيفة حتى نستشعر بالجو يعني تكون يجوي ناسبنا نحس بأكثر برودة أيضا البذرة الله سبحانه وتعالى خلق لها غلاف هذا الغلاف يحميها من الظروف الغير طبيعية اللي مت ساعتها تنمو هذا الغلاف يحميها إلى أن تتوفر لها البيئة الملائمة من هواء من ماء من تربة خصبة حتى تنمو وبالتالي تتكون لنا نبات جديدة نعم ست إذن غلاف البذرة الجزء الخارجي الذي يحيط بالبذرة ويوفر الحماية إليها أو لها إذن هذا غلاف البذرة الفلق الجزء الأكبر من البذرة الفلق الجزء الأكبر الفلق الجزء الأكبر من البذرة نعم بعد هنشوف إذن الجنين أحد أجزاء البذرة حيث يحتوي على الأعضاء الأساسية للنبات ولكن تكون بشكل مصغر إذن الجنين أحد أجزاء البذرة يحتوي على أعضاء الأساسية للنبات ولكن تكون بشكل مصغر السويداء وهي الغذاء المخزون داخل البذرة يتغذى عليه الجنين يتغذى عليه الجنين إذن لو يجيك السؤال يقول لك على ماذا يتغذى الجنين طبعاً راح تكون الإجابة يتغذى على الغذاء المغزون داخل السويداء نعم رجعنا إلى صورة البذرة هنا وأقسامها وأرجع أذكرك مرة ثانية هذه هي صورة لبذرة تحتوي على غلاف البذرة والفلقة والسويداء والجنين لأي نبات تعود هذه البذرة طبعاً الإجابة راح تكون نبات الباقل لا نبات الباقل لا تكون البذرة ماتة بهذا الشكل بعدها ننتقل ما فائدة غلاف البذرة قبل قليل خبرتك به ما فائدة الغلاف الخارجي للبذرة وفر الحماية للبذرة ما هي العملية التي تؤدي إلى تكوين الثمار بداية صفحة عشرين موجودة ما هي العملية التي تؤدي إلى تكوين الثمار؟ عملية الإخصاص والسؤال بعده كيف يتغذى الجنين جنين البذرة قبل قليل نواهت عليها من الغذاء المغزون داخل البذرة الجنين يتغذى من الغذاء المغزون داخل البذرة وصلنا إلى سؤال أفكر وأجيب في صفحة عشرين السؤال سؤال التلخيص ما أجزاء الجنين في البذرة إذن قبل قليل أخذنا أجزاء البذرة ما أجزاء الجنين في البذرة ستكون الإجابة هي الرويشة والجدير طبعا الرويشة والجدير كل جزء هذا إلى وظيفة خاصة والرويشة تتحول إلى الساق والجدير يتحول إلى جدر نعم ننتقل إلى التفكير الناقد وبعدنا بسؤال أفكر وأجيب في صفحة عشرين لو اعتمد الإنسان في غذاء على النبات فقط ما تأثير ذلك على عدد النباتات الإنسان يتغذى فقط على النباتات ما تأثير ذلك يتقل النباتات لو تزيد بهذه الحالة الإجابة ستكون سيقل عدد النباتات شنو السبب سيقل عدد النباتات لأن بعد ماك تكاثر أنت فقط استهلاك وما تقدر تكاثر النباتات فالنباتات تتكاثر عن طريق البذور وبهذه الحالة أنت بعد ما تقدر قضيت على البذور وما تقدر النباتات تتكاثر مرة ثانية وننتقل إلى صفحة واحد وعشرين أبناء التلاميذ كيف تكون البذرة نباتا جديدا كيف تكون البذرة نباتا جديدا نقرأ النص عليكم تعلمت من النشاط السابق اللي سويناه في صفحة 11 بأن البذرة تحتوي على الجنين ويحتوي هذا الجنين على أجزاء النبات البالغ التي ستنمو لتكون نباتا جديدا وتسمى مراحل التي تمر بها البذرة أثناء نموها الإنبات اتذكر هذه الكلمة الإنبات يعني هاي المفرد الإنبات مهمة قد ترد في الأسئلة الوزارية فثبتها ونضغ الصورة للشاشة واعتبرها من الأسئلة المهمة اللي قد تردك في الأسئلة النهائية نعم نعم سيد وتحتوي البذرة على المخزون غذائي يوفر الطاقة اللازمة للنمو تنمو البذور إذا ما توفرت لها العوامل الأساسية للنمو وهي التربة الملائمة والماء الكافي والعناصر الغذائية اتذكر لي هذه الكلمات هي الماء الكافي والعناصر الغذائية والتربة الملائمة تنفتح البذرة عنده حصولها على الماء ويبدأ الجنين بالنمو وتكبر أجزاؤه الجدير والرويشة شيئا فشيئا حتى تمتد داخل التربة وفوقها وفي أثناء عملية النمو هذه تتغذى البذور على المادة الغذائية التي تغزن داخلها العناصر المغذية الموجودة بصورة طبيعية في التربة وتختلف البذور في سرعة نموها فمنها ما ينمو خلال مدة قصيرة من الزمن مثل الفاصولية ومنها ما يحتاج مدة طويلة من الزمن قد تمتد لأشهر مثل القمح والذرة والسؤال هنا ما العوامل الأساسية لنمو البذرة والإجابة موجودة عندك في صفحة 21 وأنا سأجاوبك عليه التربة الملائمة الماء الكافي والعناصر الغذائية هي هي التي يحتاجها النبات لينمو إذن إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم آمنا اللقاء بكم مرة ثانية وقبل الختام شكرا لكل مشاهدي الفضاء العراقية التربوية والعاملين بها وختاما سؤالنا ما العوامل الأساسية اللازمة لنمو البذرة شكرا جزيلا وإلى لقاء آخر شكرا سيت أنتقيكم على المحبة والعلم والمعرفة ابناء التلاميذ مع ألف سلامة اشتركوا في القناة